اشتركوا في القناة ووعيد وكلامي خوف على قد ما نفس السفر فيه رجاء عالي وفيه تشجعات وفيه كلام معزي وفيه وعود كتير قوي وقلنا انه الجزء الاولاني من اشعية تلقوا الانذارات اكثر من التشجعات بسبب فساد الشعب والجزء الاخير من 40 ل 66 المشجعات والرجاء اعلى جدا من الانذارات لانه بقى مركز على المسيح الاتي وشايف بعين النبوة احداث العهد الجديد ومجد الكنيسة ومجد السمة فبقى الجزء الاخير لما ربنا قدرنا نوصله هتلاحظوا الحكاية مليانة رجاء وتشجيع احنا دلوقتي معانينا في النص الاولاني لكن لقى فيه تشجعات وسط الانذارات في صحاح 26 وصلنا لعدد 12 ونبدأ النهاردة باية مشجعة بتقول يا رب تجعل لنا سلاما لان كل اعمالنا صنعتها لنا الاية دي لوحدها صدقوني تنفع تبقى شعار للحياة كلها يا رب تجعل لنا سلاما لان كل اعمالنا صنعتها لنا يعني ايه كأن اشعية بيتفرج على شغل ربنا فبيقول يا رب ده احنا تقريبا ما بنعملش حاجة لو صلينا كويس انت اللي بتحط فينا روح الصلاة لو عملنا خير مع حد انت اللي فتحت الباب وانت اللي اديت القوة وانت اللي اديت النعمة لو الواحد فينا بطل خطية انت اللي اديته النفس انه يقاوم الخطية لو حب الانجيل انت اللي خليته حب الانجيل يعني اي حاجة عدلة بنعملها الواحد بيرجع يكتشف انها ايه كل اعمالنا صنعتها لنا يعني الحاجة الكويسة دايما وراها ربنا كأننا بنعطل ربنا عن شغله جوانا ربنا بيشتغل جوانا بيقوي ارادتنا بيفتح نفسنا على الخير يقفل نفسنا من الشر يمنعنا من الشر احيانا يربي عيالنا ينجينا من مشاكل ومؤامرات وحروب وتجارب فبيقوله طب احنا ابن الطريبين ليه دا اللي زينا المفروض يبقى عنده سلام طول الوقت ليه يا رب تجعل لنا سلاما لان كل اعمالنا صنعتها لنا برضو هي فيها نبوة عن الخلاص بمعنى ايه مين فينا يقدر ينقذ نفسه من الجحيم احنا كلنا بدون استثناء نستحق الهلاك بسبب خطايا هنا طب مين يدفع تمن الخطيئة مين يعمل ما يستحقه لدخول الابدية محدش يقدر فكل اعمالنا صنعتها لنا انت اللي جيت وانت اللي دفعت التمن وانت اللي كتبت اسمنا في السماء وانت اللي بتحافظ على اسمنا مكتوب عشان ما يتسرقش مننا الملكوت كل اعمالنا صنعتها لنا من اكتر الناس اللي ادوق الاية دي اللي بيخدمه ربنا لان اللي بيخدم ربنا يبص كده يقول له يا رب وانا عملت حاجة هو انت اللي بتعمل كل حاجة كل اعمالنا صنعتها لنا اديكم مسا فعرسقان الجليل ومن العدرة دخلت للخدام الخدام هنا مقصود الشغالين اللي في البيت قالت لهم ايه مهما قال لكم ففعلوه ايه اللي عملوا الخدام قال لهم املقوا الاجران مية مالوا الاجران مية قال لهم استقوا الان وقدموا للمتاكة رئيس المتاكة ماشي قاموا صبوا المية من الاجران وقدموا وبعدين فوجئوا الناس مستطعمة والحكاية بقت خمر والناس بتبص لهم باعجاب كأنهم عملوا حاجة يعني محدش عملها فكأنهم عاوزين يقولوا له احنا عملنا ايه احنا كل اللي عملناه مالينا الاجران مية وعبينا من الاجران وقدمنا انما سر البركة وسر المعجزة وحلاوة الخدمة كل ده انت يا رب مش احنا كل اعمالنا صنعتها لنا لما تنجح في حياتك قول له يا رب انت اللي نجحتني مش انا كان ممكن اكون فاشل طول العمر لما تقوم من مرضك قول له يا رب انت اللي شافتني كان ممكن ما اقومش كل اعمالنا صنعتها لنا اللي يعيش بقى بالمعنى ده زي اللي يعيش كده يعني مش متدلع ما تفهمونيش غلط بس اقصد زي اللي متشال واحد حاسس انه ربنا شيله من العالارض شيل فيقول له تجعل لنا سلاما حتى لما بتجيب تجربة ما هو مين هيفكها غيرك هتعدي شوية وتفكها والتجربة لها بركة وفك التجربة له بركة الديقة لها طعم والنجام من الديقة لها طعم ودي لها وقت ودي لها وقت وكل اعمالنا تصنعها لنا كله بتعمله انت يا رب واحنا زي اللي بنتفرك احنا دورنا كمتفرجين على دور ربنا اكبر من دورنا كفاعلين كل اعمالنا تصنعها لنا كلمة يا رب تجعل لنا سلاما يعني السلام مش مرتبط بالفلوس مثلا ولا بانجازاتك الشخصية تجعل انت لنا سلاما السلام دهدية من ربنا السلام عطية السامة السلام ثمر الروح فتجعل لنا سلاما لما تلاقي نفسك فاقد السلام ارجوك تصلي ما لهاش حل تاني لما تبقى فاقد السلام ونزعج ما تقولش انا مش ههدى غير لما المشاكل تهدى تقول المشاكل مش هتهدى ما تصلي لما تصلي تكتشف ان كل اعمالنا تصنعها لنا فتجعل يا رب لنا سلاما نخطئ لاننا حين نفقد سلامنا نصارع كأننا بنتحدى الظروف وعاوزين ايه احنا اللي نصلح الموقف ومش فئدينا كتير اللي في ايد ربنا اكتر من اللي في ايدنا ياريتكوا تحفظوا الآية دي نعمالة عيد وزيد فيها لانها بقولكوا الشعار لاصحاب السلام يعني اللي عنده سلام وتلاقوه رايق كده ونفسيته حلوة هو عايش بالفكرة دي تجعل يا رب لنا سلاما لان كل اعمالنا صنعتها لنا طبعا هنا ما بيقصدش الاعمال الشريرة لكن يقصد ان كل خير وكل بركة وكل نعمة وكل نجاح وكل ده منك انا ما انا بل ايه نعمة الله العاملة فيه وبعدين زي اللي بيحكي قصته مع الضياء والرجوع بالسان الشعب فيقول ايه ايها الرب الهنا قد استولى علينا سادة سواك يعني جالنا وقت يا رب استولى علينا سادة من السيادة السياد يعني سواك مفروض انت السيد انت الوحيد انت فاكرين انه لقب السيد بالذات هو اللقب الاشهر في سفر اشعين دايما يقول له السيد الرب وبعدين يقول له استولى علينا سادة سواك اللي فقد سلامه يقول له ما هصلنا بقى سيدي شوية فلوس فلما استولت علي الفلوس فقد سلامي سادة سواك استولى علي الشغل فصار الشغل سيدي فراح سلامي دلوقتي برجع لك وبقول لك لا لا شغل ولا فلوس ولا ناس ولا حاجة انت سيدي الوحيد قد استولى علينا سادة سواك وبعدين انتبهنا وقلنا لا احنا ليه نسيب نفسنا عبيد لسادة يزلونا ويطلع علينا احنا عاوزين نتبع السيد اللي رايحنا السيد الرب اللي في ايده خلاصنا الذي به كينا كل شيء وبغيره لم يكن شيء فيقول ايها الرب الهنا قد استولى علينا سادة سواك بك وحدك نذكر اسمك بك وحدك نذكر اسمك يعني ايه ابو نموسى حكالكم شوية عن الايات الجميلة اللي جات قبلها بكم عدد عن ذكر اسم الله لما تبصوا العدد مثلا تمانية وتسعة بيقول ايه بيقول فيه طريق احكامك يا رب انتظرناك الى اسمك و الى ذكرك شهوة النفس واحد بقى اسم ربنا شهوة اسم ربنا بالنسبة له شهوة فيه لما واحد يكون اكيل ويقعد واحد يكلمه مش عارف عن الملوخية بالارانب ويقعد يقول له كلام كده فتلاقي عنه بتلمع ويبقى يعني بياكل في عقله العكس بقى واحد بيحب اسم ربنا اول ما يتقال اسم ربنا قدامه تلاقي عنه تلمع وفرحان لانه اسم ربنا حلو فهنا الشهوة تحولت من شهوة جسدية شهوات الناس الى شهوة روحية يقول الى ذكرك شهوة النفس الى اسمك شهوة النفس يبقى اسم ربنا شهوة فيبقى الواحد مستخصر يبطل يقول يا رب يسوع مستخصر يبطلها يعني يقولها كتير وبعدين لما يسكت يحس في حاجة نقص لا ونسكت ليه ما نرجع تاني يقول يا رب يسوع المسيح اشكرك يا رب يسوع المسيح ارحمني فهنا بيقول له بك وحدك نذكر اسمك يعني لما بننجح ان احنا ننادي عليك حتى دي انت اللي عملتها مش احنا حتى ذكر اسمك يا رب طلع مش تقرى مننا بك بك نذكر اسمك طب المفروض نذكر احنا اسمك يعني احنا علينا الدور ده حتى دي هذا العمل الروحي بك بنعمتك فلما تلاقي نفسك نجحت في صلاة يسوع يعني تعودت عليه بقيت صبح وظهر الليل بتنادي على ربنا بقيت في حياتك الطبيعية ربنا شاغل عقلك اسمه على لسانك قل له قطر خيرك ده مش مجهود مني دي نعمة ده عمل من عميلك في ايه انه بك اصبحت اذكر اسمك فانا بقيت غير الناس الناس تتكلم في السياسة وتتكلم في الفلوس وتتكلم في الطبيخ وتتكلم في الرياضة لكن انا يستهوين ان انا نادي عليك واذكر اسمك هو ليه حاطتها قدام سادة سواك كأنه يا احبائي بركة من بركات ذكر اسم الله او صلاة يسوع اللي بنسميها دلوقتي ان تتحرر من اي سادة افرد واحد الهم واكل عقله المشاكل والمشغوليات وفي ناس القلق على المستقبل تعبها وبعدين يطقن صلاة يسوع ينمو فيها ينادي على اسم ربنا مئات المرات يلاقي تحرر ما عادتش الافكار تعبها اللي قلق ما عادش غلبه ليه لانه بقى يذكر اسم ربنا كتير وبذكر اسم الله استعاد سلامه اذا السلام مرتبط باسم ربنا يسوع مرتبط بالتحرر من السادة السادة هنا يعني ايه الافكار الوحشة الطباعة الصعبة الشهوات الرضية كل دول سادة وخلاص ما فيش غيرك بقى رب السيد الوحيد لاننا ما بناديش غير عليك بك وحدك نذكر اسمك عارفين الاية دي خدناها في القداس لما بنقول ربنا ايه لا نعرف اخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله يعني فيش اسم تاني ملناش سيد اخر لا نعرف اخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فالتحيا نفوسنا بروحك ولا يقو علينا نحن عبيدك موت الخطيئة ولا على كل شعبك فاحنا ملناش غيرك اسمك بننادي عليه وبالتالي نتخلص من كل السادة المتعبين هم اموات لا يحيون مين الاموات دول هم اموات لا يحيون يعني السادة الاخرين دول دول كلهم اموات الفلوس دي ميتة والاكل والشرب دي ده عمل اموات لانه في الاخر كل ده بيغزي الجسد وجسد تراب فهم اموات انما انت الاله الحي الخوف على الايام الايام بتموت لي لانها بتخلص بسرعة فالخوف على المستقبل مميت عمل ميت شهوات الاكل والشرب عمل ميت شهوات المركز كل دي حاجات ميتة انما اسم ربنا ده اللي ينادي عليه يفضل ينادي عليه للابد ما يموت يحيى الى الابد هم اموات لا يحيون اخيلة لا تقوم اخيلة من الخيالات يعني ايه يعني السادة الاخر او الاؤسان او الالهة الاخرى هي عبارة عن خيالات موجودة النهار ده مش موجودة بكر وهم يعني عارفين لما واحد يقول طلعت الحكاية شوية اوهام ما هي كده هي فعلا الحياة برا ربنا شوية اوهام شوية خيالات صراب صراب يظهر ثم يضمحل زي ايه الحياة كلها كده بخار يظهر قليلا ثم يضمحل فانت تحس ان النجاح ده خيال كنت تجري وراء سنين سنين وبعدين بقيت مشهور او بقيت لك اسم ولا مدير ولا صاحب بزنس ولا وبعدين طلعت ايه يعني ما انت هتسيب وتمسي طلع خيال يعني يعني لا بيزود ولا بيناقص وده بيدي راحة ولا بيدي سعادة هي هي معاك فلوس معاكش فلوس مش فرق كتير معروف مش معروف برضو مش فرق كتير الصحة تمام الصحة تعبانة مش فرق كتير وما للي فارق ايه اسم ربنا ده الرصيد بقى علاقتك بربنا حريتك فربنا انك ليس لك سادة اخر بك وحدك نذكر اسمك هم اموات لا يحيون اخيلة لا تقوم لذلك عاقبت واهلكتهم وابدت كل ذكرهم ربنا دايما يطول باله على الناس البعيد عنه لكن في الاخر اللي يفضل مصر على عبادة الهة اخرى او ثان ان كانت فلوس ولا مراكز ولا شهوات جسدية ولا يباد يهلك فكل اصحاب الاسماء العالية الرنانة اللي نجحت في الدنيا وما نجحتش في ربنا بقى التراب في الاخر عملت كنزة على الارض اللي قال عنه المسيح يفسد سوس وصدق وينقب صارقون وينصرقون فهنا عاقبت واهلكتهم ابدت كل ذكرهم زدت الامة يا رب زدت الامة احنا قلنا القصح ده اقرب الى التسبيح اقرب الى المزمور عشعية بيبص بعين النبوة زي اللي شايف حاجة في المستقبل قلنا شايف ايه شايف كنيسة العهد الجديد لما ييجي ذكر كلمة الامة او ارشاليم او صهيون او جبل او بيت الرب اعرفوا انه ابتدى يتكلم عن كنيسة العهد الجديد فاحنا امة مقدسة دلوقتي زت الامة هو شاف ايه بقى اشعية هنا شاف ان كنيسة ربنا اللي كانت زمان مقفولة على شوية يهود ويريتهم مشيين صح اغلبهم طلعوا من الدايرة المقدسة في العهد الجديد لان الحكاية فتحت وان الامم دخلوا وان اشكال والوان بيحبوا ربنا وان يأتون من المشارق والمغارب فقال له زت الامة يعني الامة زادت اوي شعبك بقى مش قليل زي زمان شوية يهود واغلبهم يهلكون بارادتهم لا دا انت زودتها خالص يا رب فتحت على الغهرب بعد ما رفعت ايديك كده يمين وشمال تحضن العالم جايلك ناس ولا حد كان يعرف لهم سك زت الامة عشان كانت تلاحظوا التكرار تكرار فأشعية بالذات اقرب الى واحد منبهر عارف لما تيجي تقول لي واحد بص 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 انت متأثر بانك شايف حاجة مبهرة فتلاقي الواحد يعيد يعيد الكلمة من كتر ما شايفها حاجة غريبة وحاجة جميلة فقال له زت الامة يا رب زتها تمجت لان ربنا يتمجد بخلاص الناس ده معنى مهم الله لا يتمجد لمجرد ان الملائكة بتسبح ماذا شغله انما ربنا يتمجد بالاكتر يعني لما الناس اللي مايشى في الضلمة يشرق عليهم النور لما واحد زي موسى الاسود يكون سكته فساد ويبقى قديس يقول ربنا تمجد تمجد ليه لانه عمل نقلة كبيرة جدا اكتر من اي معجزة وهالمعجزات عند ربنا سهلة لكن تحول انسان من الموت للحياة ده مجد دي حاجة كبيرة قوي فكل انسان يبقى سكته ضلمة وينقل عن نور يمجد الله عشان كده انتو لما بتخدموا بنقول ايه انتو بتمجدوا ربنا يعني ايه بتمجدوا ربنا ما هو وقفة التسبيح تمجيد لكن عمل الخدمة تمجيد لما تنشر السلام في الارض مجد ربنا لانه ملك السلام لما ترجع نفوس ضيعة مجد ربنا لانه دول عيار ربنا فبيفرح بيهم فيتمجد فيهم لان الشيطان عدو المجد الالهي الشيطان عاوز يسرق الناس من ربنا عاوز يكسب ناس على حساب ربنا وربنا له المجد عاوز يخلص أولاده فيتمجد في أولاده وخلصهم فلما شاف أشعية بروح النبوة إن الأمم الأمم اللي كانوا يسمون كلاب اللي هم الوسانيين اللي ما يعرفوش منهم من شمالهم في تعبير سفر يونان بقوا جوا الأمم بقوا عارفين ربنا بقوا يعبودوا ربنا قالوا يا رب تمجدت ليك المجد حتى في الأمة زدت الأمة يا رب زدت الأمة تمجدت وسعت كل أطراف الأرض يعني إيه وسعت أطراف الأرض هو عاوز يقول أنت كنستك ما عادتش سايعة يا رب يعني إحنا كانت الدنيا علينا ملمومة في العهد القديم إنما أنت وسعتها قوي بقيت بتجيب من كل أطراف الأرض وتقول دلتابعي تعرفين لما المسيح يتكلم في مثل الراعي الصالح كان الناس لسه عايشين على اعتقاد إن ربنا بتاع اليهود حتى التلاميذ ما كانوش قادرين يقتنعوا إنه ممكن ربنا يبقى بتاع حد غير اليهود فقال لهم أنا الراعي الصالح وقال لي الخراف والخراف تسمع صوتي وتدبعني وما تمشيش ورا الغريب وبعد انفجئهم في آخر الكلام قال لهم لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة إيه ده بقى مش في الحظيرة دي خالص قال آه طبعا أنا ليه خرفان تاني مش منكم خالص ينبغي أن آتي بهؤلاء الخراف الأخر أيضا فتكون رعية واحدة لراعية واحدة يبقى مش معنى نتيجة خرفان من أصل غير يهودي مثلا أن دول يبقوا كنيسة ودول كنيسة لا لا لازم يبقوا كنيسة واحد لازم تبقى رعية واحد لازم يبقى جسد واحد لازم نتلم كلنا في رعاية ربنا يسوع وكأننا من أصل واحد فهنا ما فيش فرق بين واحد مصري ولا واحد هندي ولا واحد سوري ولا واحد حبشي لا كله كله عند ربنا واحد بدل دخلنا بإيمان مستقيم بقينا رعية واحدة لراع واحد وسعت كل أطراف الأرض وهنا برضو أحبائي لسه عندنا بعض المسيحيين عايشين بفكر ديق مش فكر واسع ربنا فكر واسع جدا إنما في واحد أحيانا يبقى مخه ديق شوية عاوز كل الناس شبه عشان يقول لازم يبقى نسخة منك لا مش الاسم ممكن يبقى نسخة من ربنا ده الأهم مين قال ان انت الوحيد اللي تعرف ربنا ومين قال ان انت بس اللي صلاتك مقبولة وليه شايف نفسك أحسن من غيرك إن ظن أحد أنه للمسيح فليعلم هذا أيضا أنه كما هو للمسيح هكذا نحن أيضا ففكر العهد الجديد فكر التساع فكر حتى القديس بولز يقول كده كونوا متسعين في بيت أبي منازل كتيرة يعني ربنا له أماكن وسعة وبيستضيف الكل وكل من يؤمن به ويعيش حياة مقدسة هيدخل السام بغض النظر عن ماضيه ولا خلفياته ولا أصلا زدت الأمة يا رب زدت الأمة تمجت وسعت كل أطراف الأرض يا رب في الضيق طلبوك سكبوا مخافة عند تأديبك إياهم آيات جميل يعني إيه بصوا أحبا عوزين نميز بين حكتين بين ضيقة للتأديب وبين عقاب الله وهنا الفرق مش ربنا قدم الفرق الإنسان بمعنى إيه الإنسان في الضيقة بيحدد هو يجي مين ولا يجي شمال كلنا بدون استثناء بنعدي على ضيقات والكتاب قال كده بضيقات كثيرة إيه ينبغي أن ندخل ملك وطلب وقال كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب أنت موقفك في الضيق بيحدد بيحدد مصيرك الأبدي لو أنت في الضيقة بتقول أشكرك أو في الضيقة بتقوله أنا استاهل يا رب التأديب أو في الضيقة بتقوله أنا رب عاوز أتوب قدبني وتوبني نقيني بالتجربة أو في الضيقة بتقوله يا رب أنا مش فاهم مطلوب مني إيه أعلمني طب عاوز مني إيه في الضيقة كل ده نحية اليمين ليه الضيقة أصبحت مفيدة اللي بيشكر واللي بيتعلم واللي بيتوب واللي بيتنقى واللي بيحس بالمجربين زيه وفي واحد النحية التانية تيجي عليه أيام صعبة يجدف يغلط في ربنا ويفضل متزمر طول الوقت ويفضل يعند مع ربنا بالأكتر وربنا يقول له ده أنا بعمل كده عشان أفوقك لكن هو يفضل زي فرعون كده فرعون جات له ضيقات ضربات لكن فرعون ما استفدش من الضيقات ياريت فرعون كان استفاد عارفين فرعون اللي شايف معجزات وضربات ده لو كان آمن بربنا ما كانش انتهى النهاية الصعبة دي إذن الضيقة يا أحبائي تحدد مصيرك لو قبلتها كتأديب من أب لابنه يبغتك يبقى أنت لازم هتدخل السام وأي ابن لا يؤدبه أبوه وماله لما يؤدبنا مشابونا خليه ربينا عشان نطلع كويسين ونطلع شبهه وندخل السام لو قبلتها كأنها تنقية ليك يا بغتك لو قبلتها كمجال تصلي وتشكر كتير برضو يا بغتك لو قبلت التجربة بتسليم وإيمان ورجاء كل ده يدخلك السام لأن كل ده عبارة عن تأديب إنما في واحد بالنسباله ماعتبرها عقاب ورافد تماما إنه يتقدب ورافد إنه يشوف الغلط في نفسه ويفضل مستغلط ربنا وهو نفسه صح وعاوز أقول لكم ممكن كلنا نضعف في لحظة ونبقى نحيا الشمال دي حتى أيوب الصديق ويع فيها شفايا بس دي كانت تجربته تقيلة مش زي شغلنا احنا مع التجربة التقيلة قوي بتاعة أيوب جاء له وقت تزمر واعترض وفضل شايف ربنا غلطان وأنا صح كده خطر بس ربنا تقول باله زي ما بيطاول باله علينا كلنا وفضل بعث له مرسيل كتير مع أصحابه وفضل سايبه يبرطم شوي وبعد شوية أيوب رجع لعقله وقال له لا رب إزاي يكون أنا صح وأنت غلط أكيد أنت صح وأنا غلط وقال له أنا أحط راسي في الأرض أنا غلطت إن اتكلمت زيادة أول ما عمل كده قال له خلاص التجربة كفايا إذا أحبائي إقبالوا الضيق في حياتكم كتأديب أب مش كعقاب تضغزوا منه ما تضغزش من التجربة وترفضها وتبقى معترض ومتزمر وقد تصل إلى التجديف لا بلاش السكة دي إقبالها بالتضاع وقول له رب ده أنا يعني أشكرك إنك مركز معايا لسه شايفني عاوز أتظبط فبتقول لا ده لازم نعمل كده شوية حاجات عشان ندخله من الباب الدايق على السماء يبقى كتر خيرك ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه فهنا بيقول يا رب في الضيق طلبوك يبقى دولت بعلمين مش تابع الشمال اللي جوه الضيق يطلب ربنا يا بخت دول عكس بقى اللي إيه قبلها بآية عاقبت وأهلكتهم لأن دول ما تبوش سكبوا مخافة عند تأديبك إياه كلمة دي أميلة برضه ليه؟ من بركات التأديب خوف الله ساعاتي أحباء الواحد فينا يكون مستهتر مش خايف من الجحيم مستهيم بقولة النار دي يقولك ناره بتاعه خلينا نعيش يومنا مستبيح قلبه جامد حتى في الغلط يخاصم ومش فارق معاه ممكن يظلم ممكن يقزي ممكن يعيش في نجاسة ومستحل الغلط ده نقصه إيه ده؟ نقصه مخافة ده مش خايف تقوم تيجي عصى التأديب تخليه إيه؟ يخاف كويس لأن رأس الحكمة مخافة الله فهنا ربط المخافة بالتأديب لأن التأديب يجيب خوف ربنا لما واحد يكون نقصه خوف التأديب يزرع الخوف في قلبه يقول لا لا ده أنا لما بعدت يومين عن ربنا خدت لي حتة على الأرض ما نسهاش همشي زي الألف هاخد بالي من كل خطو لا يمكن أعمل اللي كلت بعمله قبل كده ليه؟ بقى بيخاف كويس كويس إنه بقى يخاف لأنه اللي بيخاف مش هيغلط بالسهل إنما اللي ما بيخاف يتقال عليه ليس خوف الله قدام عيونهم حنجرتهم قبر مفتوح سم الأفاعي تحت لسانهم يعملوا كل البلهوي ومش حاسين بالغلط عشان ما فيش خوف فهنا بلسان الشعب التائب عشعية النبي بيقول إيه؟ بيقول له سكبوا مخافة عند تأديبك إياهم يعني أنت قدبت وهم وطوا للأرض كده وقالوا لك يا رب أنا خايف منك أنا مش قد غضبك لا تبكتني بغضبك لا تؤدبني برجزك رحمني يا رب لأني ضعيف سكب ومخافة لما تقف وقفت صلة فيها خشوع فيها خوف من ربنا يا بختك ده أنت استفدت من التجربة استغلطت نفسك قدمت توبة خفت منك تقف قدام ربنا في اليوم الأخير تقول له ديني فرصة يكون خلصة الفرص هدي عندك فرص فالخوف المقدس مرتبط بالتأديب في واحد الآيات ما بتخوفوش ياما آيات تخوف في آيات كتيرة تخوف هو يقرأ الآيات دي ولا يحس أنها حاجة تخوف إيه بقى اللي يخوفه التأديب الضيق يقول لنا جالي مرض كنت هيحصل لي وهيحصل لي فخوفت خوفت وقلت لو قابلت ربنا مش شكل واحد مقبول عن ضرب بنا فرجعت بقى العقلي وقلت لازم اختيش ولازم اخد بالي كويس هي بقى استفات يا رب في الضيق طلبوك سكبوا مخافة عند تأديبك إيهم كما أن الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها هكذا كنا قدامك يا رب برضو فكركم بحتة تاريخية أشعياء كان شايف الضيقات اللي جاي على الشعب قلنا أنه حضر الضيقة الأولى بتاعت سابيا أشور 720 قبل الميلاد دي فحضرها حضر قد إيه الخراب اللي حصل في إسرائيل على يد سنحاريب وشاف الضيقة الشديدة بس ما جاد سعد يهوزة هو كان تبع يهوزة تحت في الجنوب لكن بعين النبوة كان شايف بعد شوية سبيباب الجاي لأنه برضو حتى شعب يهوزة كان بيتعوج كل شوية بيسيب ربنا فبيقول أن الضيقات دي زي الحبلة ده تجبيه آخر التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ هكذا كنا قدامك يا رب كأن التجربة بتخلي الواحد بدل ما يصلي صلوات فترة كده الصلوات بتبقى ايه مائعة وفترة وكلمتين كده ومش مركزين فيهم لكن لما بتجي تجربة انت بتصلي زي الكتاب بتصلي زي القدسين بتطلع الكلمة من قلبك لأنك موجوع ما هو ده اللي حصل مع الامرأة التي هتلد بتبقى وجعها حقيقي وكل لما يقرب البيبي من الولادة الوجع يشد أكتر انت بقى مش هتولد طفل بالتجربة انت هتولد نعمة هتولد تغيير هتولد ثمر الروح ودي حاجة أهم من العيال العادية فاحنا كمان الضيقات بتوجعنا قوي فنتلوى ونصرخ في صلواتنا لكن هتطلع بحاجة حلوة التجارب دي هي اللي بتكبر الواحد وتنقيه وتطلع منه ثمر بس مش عيال لا ثمر الروح كما ان الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها هكذا كنا قداما كرم على فكرة ابن يسوع كمان استخدم حكاية المرأة الحامل دي في حكتين على الأقل استخدمها في وصف الاضطهاد اللي هيجي على الكنيسة فقال لتلاميذه ايه المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها قد جاءت لكن متى ولدت حين اذن تنسى الحزن فقال لهم انتم الان تتضايقون لأن التلاميذ دخلوا في مرحلة صعب قوي لما شافوا المسيح بيتصلب وحسوا انه ملهمش حد وتعبوا وبعدين سأراكم ايضا في ايه تفرح قلوبكم فاستخدم فكرة المرأة الحامل اللي بتولد تتعب قوي كم ساعة وبعد كده تفك وتبقى فرحانة بقيت حاد واستخدم نفس معنى المرأة التي تالت او مخاض الولادة بالذات في وصف نهاية الايام وسماها مبتدأ الاوجاع مبتدأ الاوجاع في اللغة بتاعتهم حاجة خاصة بالطلق في لغة نحن دلوقتي اللي هي الطلق بتاع الولادة فلما كانوا بيقولوا له امتى يخلص الزمن قال لهم هي الست لما بتولد فجأة بتولد بيبقى في الاول في ايه المغص متباعد كده فلما تسمعوا عن اوبئة ومجاعات وحروب وزلازل ده لسه الولادة ليس المنتهى بعد ولكنها ايه مبتدأ الاوجاع اذا كلمة مبتدأ الاوجاع مقصود بيها بداية الطلق فربنا يسوع شرح لنا ان المجيء التاني نهاية العالم عبارة عن عملية ولادة احنا دلوقتي في المرحلة دي اللي هي ايه بداية الطلق بس يا طرق تسع ساعات بتوع العالم دول ياخدوا بقى كام سنة ما نعرفش دي حاجة في علم الله لكن في اوبئة وفي مجاعات وفي زلازل وفي حروب بس ليس المنتهى بعد يعني لما تبقى ست الحامل قربت على شهرها وابتدى المغس تقول يا طرى ده مغس عادي ولا مغس ولادة وبعد نص ساعة تلاقي مغسة تاني وبعدين بقت كل ربع ساعة بعدين كل عشر داي دي الحكاية جد بقى فلما نلاقي الخبط عمال يزيد يبقى نعرف ان الحكاية بتقرب اذا التشبيه نفسه يعني موجود في اشعية وموجود في كلام ربنا يسوع هكذا كنا قدامك يا رب يعني احنا كنا قدامك عاملين زي المرأة الحاملة اللي بتولد وكنا بنتلوى ونصرخ وانت سمعت صرخنا حبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا في الترجمة السبعينية روحا بمعنى ايه كأننا هنولد روح بس هنا مش روح انسانية كأننا هنولد الامتلاء بالروح القدس بمعنى لما بتيجي ايام صعبة فنصلي بحرارة في نتيجة مهمة قوي بتحصل ان احنا نفسنا بنمتلق بالروح بيتولد فينا نعمة روحية بنتقدم خطوة في حياتنا الروحية ما كناش خدناها قبل كده بندوق طعم السماء في عمق الضيق فبيقوله تلوينا وحبلنا كأننا ولدنا ريحا أو روحا بمعنى احنا هنتولد بالروح بس طبعا مش المعمودية لكن مع الضيق والصلاة كتير نأخذ نعمة وروحانية اكتر لم نصنع خلاصا في الارض ولم يسقط سكان المسكونة يعني ايه بالنسبة هو بيتفرج ايه دايما يعمل كنتراست كده مقارنة بين هو والمؤمنين والتائبين اللي بيستفيدهم التجارب وبين اللي عاوزين يخلصوا نفسهم بدراعهم واللي ركنين ربنا واللي بيقوحوا مع التجارب يا حبيبي التجارب عاوزك تصلي وانت تفضل تخبط راسك فيها وهي تخبط فيك يا ابني هي مش هتتحل كده هلا اسهل من كده هي تدخل مخدعك وتسرخ لربنا هتفوق لكن انت عاوز تحلها بدراعك وبفلوسك وبشخصيتك وبحقك وبالصوت العالي هتطول ما انت مش فاهم هي حالها ابسط من كده فهنا بيقول هم بقى حاولوا يعملوا خلاص في الارض وسقطوا احنا مش تبع الناس دول اللي مش راضين يفهموك لا احنا اول ما بنتدايق بنجري على الصلاة ونقول له يا رب انت صلح احنا ما فيناش حيل انت اللي تغير بك وحدك نذكر اسمك ليس لنا سادة سواك وهم اموات لا يحيون تحيا امواتك وتقوم الجثث بالعكس بقى الانسان اللي يدخل في تجربة ويصلي زي الميت اللي يصحى من الموت دموع التوبة تقيم اموات فانت لما تصلي بحرارة كأنك كنت ميت وصحيت تقيم الجثث لما تيجي تجربة اقول له يا رب ما انا كنت انسان ميت في الخطيئة انا كنت انسان محكوم علي بالهلاك انت جبت التعديب والتجربة عشان تقوم ميت تكتر خيرك اللي قال التعبير ده ربنا يسوع برضو لما قال على الابن الضال ابني كان ايه ميتا فعاشه وما كان سمات بالحرف بس روحيا ميت فالفقر والغلب والخنازير والزل ده خلاه يتلوه خلاه يفوق فرجع لما رجع زي اللي امن الموت اذا التجربة تقيم الاموات لو صليت في التجربة كويس الضيقة عملية اقامة اموات عملية ولادة متعسرة طب او مالو حد طائل انه يقوم من الموت حتى لو كلفته شوية وجع استيقظوا ترنموا يا سكان التراب هنا هو شايف نتيجة بقى التجارب والايام الصعبة فبيقول اصحوا وسبحوا ربنا يا سكان التراب يعني فوقوا لنفسكم يا ناس اهم حاجة نصحى نصحى روحيا ونسبح استيقظوا وترنموا وطبعا اللي يقرى الاصحاح اللي فات كله واللي قابله يلاقي فكرة الترنم والتسبيح شغلة شغلة شعية كأنه عاوز يقول صدقوني في الآخر هتعرفوا ان اهم لحظات في العمر كانت اللحظات اللي من قلبنا بنقول له اشكرك يا رب هي دي اللي عليها الايمة هي دي القيمة الحقيقية للعمر لانك اكتشفت قد اي ربنا خيره كتير وفكركم بالآل اللي ابتدين بيها لما قال له تجعل لنا سلاما لانك ايه كل اعمالنا صنعتها لنا يبقى مفيش حاجة تتعال غير اشكرك يا رب استيقظوا ترنموا يا سكان التراب لما تلاقي نفسك ما بتترنمش مفيش تزبيح في قلبك مفيش شكر مفيش عرفان اعتبر نفسك تراب نايم في الخط اصح قوموا يا بان النور لنسبح استيقظوا وترنموا يا سكان التراب لان طلك طل اعشاب والارض تسقط الاخيلة تطلي عن المطر يعني نعمتك بتنزل علينا زي المطر والمطر ينزل من هنا وايه والميت يصح الارض الدبلانة دي تفوق وتخضر وتحلو اذا مع صراع الصلاة مع دموع التوبة في مطر نازل وفي تغيير وفي قيامة وفي سلام وفي رجوع لإسم الله وفي شهوة روحية بتتولد كله خير يبقى التأديب والضيقة مصلحة اللي فات ده كان إعلان إلهي من ربنا الأشعية عشان أشعية يقول للناس أشعية بقى زي ما بعد ما استقبل الرؤية دي بصل الناس بقى وعاوز يقول لهم ما تصحوا بقى ما الحكاية بقت واضحة فبيقول هل أم يا شعبي عاوز ينبه الناس بقى مش أنتوا فهمتوا الدرس اللي بعيد عن ربنا يبقى ميت اللي لسه له سادة آخرين يبقى حاكم على نفسه بالهلاك خلونا نجري وراء اسم ربنا خلونا نخاف خوف مقدس فطلع باستنتاج جميل حتة العملية بقى هل أم يا شعبي أدخل مخادعك كلام لينا بقى كلام صريح ومباشر وواضح ومحتاجينهم يعني إيه هل أم يا شعبي أدخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك تفكركم بإيه دي؟ بالكلمة اللي قالها المسيح في الموعز على الجبل لما قال متى صليت إيه ادخل مخادعك واقفل بابك قالها أشعية ستة وعشرين وذكرها المسيح في الموعز على الجبل اللي عاوز يصليه يدخل ويقفل وياخد وقته ويحكي وكلما يحكي هيتغير يبقى لما تعرف إن الضيقات اللي بره ما تتحلش بره تتحل فين جوه مشاكلك البرانية دي حلها جوه مخدعك مش في الشارع مش مع الناس مشاكل عيالك مش بكتر الكلام ادخل ادخل بس وخلص معك كبير لكن مضعش وقتك مع الصغيرين يا هل أم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك قفل وراك مقصود بها بشكل واضح يعني إلحقوا ربنا استفرادوا بربنا إزباعوا بربنا ركزوا في ربنا وقت الضيقات بالذات لازم نقفل على نفسنا مش خوفا من الضيقة لا لأن ده عز الشغل مع ربنا هل أم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك اختبئ نحو لحيظة يعني ايه يعني مش عارف تقفل ولو لحيظة ده اللحيظة بتفرق مع ربنا سوفوا بقى احنا عندنا مش لحيظة اللحيظة دي مصغر لحظة تفهمين كده في العربي لحيظة مصغر لحظة ولحظة مصغر ساعة مثلا والساعة مصغر يوم يعني حتى اللحيظة مش عاوزين نديها ربنا اختبئ نحو لحيظة اطلع برا الدنيا شوية اقفل على نفسك وخبي نفسك في حضن ربنا اقول له خبيني انا مش اقدم واجهة المشاكل انا عاوز استخبى فيك ادفس راسي جواك انت بقى منك للدنيا دي رب اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب هي موجة غضب ربنا بيقدب بشدة ربنا عاوز يقول انا اله عادل وبكره الشر وانا سيبكوا تغلطوا كتير طيب في موجة الغضب دي تعمل ايه تجري تستخب تستخبها فين في حضنة بقوك تجيبه منين مغدعك تقفل على نفسك تبقى استخبيت حتى يعبر الغضب تقوم تعدي انما احنا ساعات الحاجة مش بترضى تعدي معانا ليه هذا الفكر البسيط مش رضي يدخل دماغنا ده في مشاكل يا احبائي لو دخلت وقفلت ساعة تلاقيها تحلت بس عشان تخلي الواحد يتعود يقفل ساعة ويصرخ لربنا هو ما تعودش هو لسه بيكرود الصلاة ولسه بيحسب بالدقيقة كم دقيقة ولسه مش عارف يقفل على نفسه ودنه برا مش عارف يركز طب وربنا يقول طب خلينا شوي عشان يفهم الدرس هلوموا يا شعبي ادخل مخادعك واغلق ابوابك خلفك اختبئ نحو الوحيظة حتى يعبر الغضب تفكرنا لما المسيح له المجد عاتب تلاميزه تلاميزه شايفينه بيصلي كتير وعلمهم الصلاة كتير ويا ما وصب الصهر وبعدين ليلة صليبه فاصعب ليلة قال لهم اصهروا معي بدلوا المرة كذا مرة وبعدين ولا لحظة لحيظة كل ما يسيبهم ينعصوا على طول فمرة عاتبهم قال لهم اما قدرتم ان تصهروا معي ساعة واحدة ولا حتى ساعة ده انا وصيت كتير وقلت الكلام ده كتير طب كنت وديتوني ساعة في الليلة دي اختبئ لحيظة حتى يعبر الغضب لانه هو زر ربه يخرج من مكانه ليعاقب اثم سكان الارض الاية دي طبعا تتكلم عن الدينونة او اليوم الاخير لكن خروبك الرب من مكانه كلمة خروج الرب استخدموها الاباء دايما لشرح التجسد لان في انجيل يوحنى المسيح في وداع تلاميذه يقول لهم من عند الاب خرقت وايضا اعود الى الاب فهنا خروج الاب من الاب اولا زي مولود من الاب ايه قبل كل الظهور فيقول خرقته من الاب نور من نور ودخلت الى العالم ده التجسد يبقى هو خارج كنور من نور دي ملهاش معاد لكن دخلته للعالم دي في ملء الزمان من العدرة يبقى من الفين سنة يبقى لها معاد فالمسيح له المجد يخرج بمعنى نوره يطلع من الاب لكنه يصل الينا في معاد لان احنا تحت زمن فهنا بيقول يخرج مرة اخرى هنا يعني المجيء التاني فيقول هو ذا الرب يخرج من مكانه احنا في العهد الجديد محصورين بين مجيئين احنا عايشين بين مجيء اول ومنتظرين مجيء تاني احنا متحصرين قبلنا المسيح جاه وبعدنا المسيح جاي فما لنا الشغل غير المسيح فرحنين بمجيء ومنتظرين مجيء بنبشر بمجيء الاول ونحذر من مجيء التاني ننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي فشغلنا جدا موضوع المجيء نحتفل ان المسيح اتى وايضا يأتي ده فكرنا فموضوع الاتي دي شغلانا طول الوقت الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الارض المرة الاولانية يجيء مرضى الشعقب ما جئت لأدين العالم بل ايه لأخلص العالم المرة الجاية يأتي ديانا للأحياء والاموات يأتي في مجده لدين الأحياء والاموات ويعطي كل واحد حسب عمله كرحمتك يا رب وليس كخطيان هو اذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الارض فيهم فتكشف الارض دماغها يعني ايه التعبير ده ياما دماغ على الارض سوفيكات ظلم ومحدش خد حق بحق الناس دي عندنا شهده في بلادنا هنا بالالاف والملايين عبر السنين تكشف الارض دماغها في ناس راحت يعني بلغة الناس هدر لا مفيش حاجة بتهدر عند رعبنه يوم ما ييجي المسيح على السحاب تكشف الارض دماغها يعني ايه الارض تشكي الظالمين وتعري الحقيقة فيبقى الحساب شديد لكل اللي زاغوا من الحساب قبل كده في ناس عارفت تزوغ من الحساب ده موققة في ناس عملت عميل وغطت على عميلها انما ربنا يكتب عنده سفر تذكرة يعني ايه محوش ومخزن لكن ده ما ينفعش يفضل كده ربنا اله عادل يحب العادل فيوم ما ييجو بقى يخرج من مكانه ليدين اسم سكان الارض يقول تكشف الارض دماغها تفكرنا برضو بكلمة ربنا يسوع لما قال ايه سيأتي على هذا الجيل كل دم ذكي سوفك على الارض من دم هابيل الصديق ما هو حتى قايم ما تحسبش ساعت او يعني لم يقتل على طول نتيجة قاتل هابيل من دم هابيل الى دم زكريا بن بارخي لكن يأتي عليكم كل دم ذكي عم فيش حق هيروح ابدا يبقى الحق محفوظ دايما حتى لو الظلم سوط عالي في وقت تكشف الارض دماغها ولا تغطي قتلاها فيما بعد تخطيط القتل يعني واحد غطى على الجرائم ياما جرائم متغطى عليها وطلعوا الناس غسلين ايديهم وكأنهم ابرياء مؤقت حين يأتي المسيح في مجده ما فيش حاجة زي كده كل حاجة تتوزن كل واحد ياخد حقه في مكانه في ذلك اليوم إبقى بيكلم عن الدينونة على المجيء الثاني يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لويسان الحية الهاربة لويسان الحية المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر كأنه بيرجعنا الاول سفر التكوين ما احنا لنا عداوة قديمة مع اللي اسمها الايه الحية من ساعة ما ايه المسيح له المجد قال لآدم وقال لحاوة عقاب وبعدين قال للحية ايه في عداوة بينك وبين البني قدمين بين نسلك يا حية وبين نسل المرأة انت تصحقين عقبه وهو يصحق رأسك فالمسيح لما جه نسل المرأة صحق رأس الحية لكن متى يتم هذا الصحق تماما في مجيء المسيح الثاني وصفها الرؤية بقى انه يجي رئيس الملايكة مخايل يمسك الشيطان كده ويدخله في بحيرة نار متقدة الى الابد ويقفل عليه شو ما يطلع الشيطان وتنتهي قصة الشيطان للابد مع مجيء المسيح فهنا من ضمن الاخبار المفرحة ان موضوع الحية اللي تعبنا لغاية دلوقتي من وقت ابونا ادم لنهاية في اليوم ده في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه سيفه طبعا اللي هو ايه صليبه القاسي العظيم الشديد لانه طبعا على مملكة الشر مفيش اقوى من الصليب لويسان الحية الهاربة لانه هو دايما هرباء يعمل العام لو يهرب كداب ملتوي المتحوية اللي هي تلف والدور من وقت حول غاية دلوقتي تلف علينا والدور عشان تغرقنا التنين اللذي في البحر وبرضه اللي يقرى كده يقول يا عجيب الروح القدس اللي يتكلم على فم اشعية رجع يتكلم على فم يوحنا الرائي اللي مذاكر منكو سفر الرؤية يتكلم شوية عن وحش وبعدين عن تنين وحش طلع من الارض وبعدين وحش تاني طلع من البحر ويدي ده السلطة لده بمعنى ايه ما هو ده المتحوية يعني الشيطان عمال يغير في جلده يطلع ببدعة الاول يلخبط العالم كله وبعدين يطلع بحاجة تاني وياخد توب تاني ويلخبط العالم الموجودين وعمال يتلون مهم ياخد في رجلي ملايين من البشر كل ده لونهاي كل ده يأتي المسيح له المجد ويعاقب إثم سكان الأرض ويعاقب بسيفه الحية الهاربة المتحوية التنين الذي في البحر البحر دايما رمز للعالم يبقى العالم الذي وضع في الشرير والشيطان الزل البني أدمين ولخبط ناس كتير تنتهي تماما قصته في ذلك اليوم الأباء برضو قالوا انه ذلك اليوم اللي هو يوم النهاية احنا ابتدين اندوقه من دلوقتي ما هو من ساعة ذلك اليوم الذي علق المسيح فيه على الخشبة بقينا شايفين بوادر النهاية اتهزم الشيطان ودخلنا في الملكوت الجديد ملكوت العهد الجديد الملكوت الابدي يبدأ من صليب المسيح ملك على خشبة يبقى الشيطان كل يوم من خلالكم بيقتل الحية بسيفه تدتوا تفهموها ولا لسه السيف هنا الإنجيل كلمة ربنا في اديكم يا ولاد ربنا تقتل أجدع حية يبقى كل واحد فيكم يذاكر كلام ربنا ويعيش به يدوس على رأس الشيطان فكأننا يوميا نعلن انهيار مملكته من خلال نحنا من خلال إيماننا وتبتنا وعشرتنا بربنا وتمسكنا بكلام ربنا معانا السيف اللي ادهولنا إلهنا اللي بنغلب به سيف الروح الذي هو كلمة الله فيبقى احنا عايشين طعمة لأبدية من دلوقتي يقول مثلا في القديس يحنة في رسالته يقول كتبتوا إليكم أيها الأولاد لأنكم قد غلبتم الشرير لأن كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير يبقى معاكوا السيف وبتخبطوا على الحياة موتوها أصغر طفل عمال يحفظ في مزامير يرشم الصليب يقول ألحان ويدوس على الشيطان أصغر طفل بس احنا مش حفظين كفاية ومش مذكرين كفاية ومش مسكين السيف كفاية في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد ده وصف إما لكلمة الله أو إما العمل الصليب ليسان الحياة الهاربة ليسان الحياة المتحوية ويقتل التنين الذي في البحر لإلهنا كل مجدو كرامة إلى الأبد ناخد آية هي اللي أول آية ابتدينا بها يا رب تجعل لنا سلاما لأن كل أعمالنا تصنعتها لنا نقول مع بعض يا رب تجعل لنا سلاما لأن كل أعمالنا صنعتها لنا كمان مرة يا رب تجعل لنا سلاما لأن كل أعمالنا صنعتها لنا شكرا